انطلاقا من اهمية ممارسة رياضة للحفاظ على صحة الانسان وخاصة كبار السن تؤكد العديد من الدراسات ان التمرينات الرياضية المتوسطة تساعد على استرخاء الاوعية الدموية لكبار السن وتقيهم من خطر الاصابة بالازمات القلبية وارتباطا بذلك ينصح الاطباء باهمية ممارسة رياضة المشي فائدتها لمرض ضغط الدم المرتفع وتقوية عظام كبار السن بجانب دورها في تنشيط منعتهم وتقليل خطر اصابتهم بالامراض التنفسية كما اثبتت الدراسات الطبية ان ممارسة رياضة تعمل على انقاص الوزن الزائد والمحافظة على صحة الانسان ووقايته من الامراض الدراسات اثبتت ايضا ان ممارسة الرياضة تقلل من مخاطر الاصابة بداء السكري وضغط الدم وامراض القلب والتهاب المفاصل والام الظهر وغيرها من الامراض ممارسة رياضة تساعد كذلك على تقوية الذاكرة وتوسع الذهن والذكاء عند كبار وصغار السن كما اثبتت الدراسات الطبية ان السيدات اللواتي وظبن على المشي بشكل منتظم يصبحن اقل عرضه للاصابة بالاضطرابات العقلية وحالات ضعف الذاكرة في السن المتقدمة وتترقت الدراسة الى ان ممارسة الرياضة الجيدة والمنتظمة تفيد الجسم وتمتد اثارها الصحية الى العقل ايضا لفعليتها في تنشيط نمو الاعصاب وتجديد التالف منها كما اشارت الدراسة الى ان التمارين الرياضية تحافظ على توازن الكوليسترول في الدم وبالتالي على القلب والدورة الدموية والاوعية الدموية مؤكدة ان ممارسة الرياضة المعتدلة بانتظام تمشط الوظيفة المناعية المخاطية عند الاشخاص المسلمين والشباب ايضا الرياضة اذا موسيلة هامة لابد ان نبدأ في ممارسة الرياضة منذ الصغر حتى مع الوصول لسن الشيخوخة ذلك لا يمنع من ممارسة بعد الرياضات الخفيفة الحديث اكثر عن كبار السن والرياضة معنا في هذا الصباح استاذ دكتور ابو العلاء احمد عبد الفتاح استاذ فسيولوجيا الرياضة بكلية التربية الرياضية للبنين يا جماعة حلوانا صباح الخير يا دكتور مرحبا صباح الخير صباح الخير تابعنا من خلال التقرير مجموعة من الاشياء المهمة اللي بتساهم فيها الرياضة خاصة للكبار السن لكن يعني اكثر الرياضات اللي ممكن للكبار السن مرسوها ايه هي والله التقرير حيها يعني كان تقرير قايم جدا وغني جدا اه واضيف لهذا ان الرياضات اللي مرسوها كبار السن رياضات خفيفة سهلة تعتبر الايروبك مثلا كلمة الايروبك دي يعني رياضات تعتمد على استهلاك الاكسوجين فالمشي يعتبر احدى الرياضات السهلة التي لا تتطلب امكانيات او اي متطلبات خاصة السباح اذا كان ممكن في حمام السباح اه الهرولة الجوكينج اه اذا كان ممكن اتدراجات ممكن لو فيها امكاني الهازة فالرأس الهوائي او الايروبك دانس الرأس الهوائي تاب مع الموسيقى بيعملوا حركات مستمرة باستمرار في حاجة اسمها هيدروليك كمان هيدرولي دي يعني تمرينات الياضية بتؤدى في المياه مش سباحة لكن عبارة عن تمرينات بسيطة بتؤدى في المياه للجيئين وزرائيل متأكيد المجهود بتوقف حسب يعني حالة كل مسن يعني او سنه ايضا يعني لو في بعض الامراض ممكن تمنع حتى احدى هذه الرياضات اللي حاجة تتكلم عنه طبعا اكيد ان لازم قبل ما الشخص الكبير في سن قبل ما يمارس الرياضة لازم لاستشير طبيب عشان يسمح له بمارس الرياضة او يسمح بالمدى اللي ممكن يلعب فيه او يمارس فيه الرياضة طب دكتور بالنسبة للمرضى مرضى السكر وخاصة انه في بعضهم بيحتاجش المنجود عشان ما يحرقش السكر بشكل كبير طب ايه تنصح لقب تنصحهم بايه من انواع الرياضة الرياضة المهم جدا لمرضى السكر لان جرعة الرياضة تعادل جرعة الانسولين بالظبط بتنازل من السكر لكن المصيحة انه ما يلعبش الرياضة ويكون قبل اواخد الانسولين يعني لابد ان هو يكون فيه غزاء طبيعي معاه واخدوه قبل ما يلعب الرياضة ويكون معاه احتيوات اي شيء مسكر على اساس ان هو حسن من خفاض في السكر او تعب او ضوخة يدر ما يتناول هزا الانسولين تبقى الوقت المحبب يعني الكبار السن او ما تراوح اعمارهم مثلا من بعد السكتين تنصحهم بوقت قدقي تقريبا السبح بقى الوقت اللي مارش فيه الرياضة الاعلى يعني طبعا دي بتختلف من كل فرض لاخر فيه اشخاص منظمين يدرقوا العبر الرياضة ساعة وصاعة ونص وفيه ناس مبتدئين فالمنموم اللي يبدأ يجيب فايدة ان هو يلعب حوالي تلاتين دقيقة في اليوم تلاتين دقيقة في حوالي ست ايام او خمس ايام ده المنموم اللي يجيب فايدة لكن حشان يوصل للتلاتين دقيقة دي ما كانش يقدر يعملهم مرة واحدة يبدأ بخمس دقيقة وبعدين يبدأ عشر دقيقة بقى انت تدرج الى خمس اشهر دقيقة ثم عشرين دقيقة ثم حتى يصل الى ثلاثين دقيقة طيب بالنسبة له يعني بعد تبار السنة اوضا المصابين بامراض يعني مخاصة به المفاصل اللي خشونة في الركبة اللي خشونة في المفاصل ازاي ممكن يتعامل مع مفهوم الرياضة ان خاصة المشي الكتير او المجهود الكتير احيان بيسبب الم في مثلا منطقة الركبة او المفاصل المصابة حدرك الرياضة ممكن لأي فرض حتى للمريض لكن مهم جدا ان الطبيب يحدد ما هي نوع الرياضة ومدل ما هو المدل اللي ممكن ان هو يمارس فيه هذه الرياضة ممكن لانه هاتفيده ان كان عندي مثلا خشونة في الركبة حيادة يلعب رياضة بالزراعين كان عندي حاجة في الكتف حيادة لعب رياضة بالرجلين ممكن ان يوارب رياضة بس اللي مابد من استشارة الطبيب بالطبيب واللي بحذة للجورها فيه اي مخاطر بالنسبة للرياضة لكبار السن يعني دايما في مصر تحديدا فيه ثقافا يعني كبار السن ده خلاص ان حياته توقفت عن كل شيء ما بيلعبش رياضة ما بيشاركش في نشاطات حتى يمكن كان بيشارك فيها وهو اصغر اي العكس ده انا عايز اولو حضر لك حاجة ان في حاجة اسمها الماستر سبورت اللي هي رياضات الاسادزة دي فيها المسابقات بتتعامل في السباحة وفي رفع الاسقار وفي الجاري بتتعامل ويسلم لارقام كلاسية تعادل ارقام الدورات اللي اللي بيجيبها ارادين الوبيين مثلا من 40 سنة ولا 50 سنة تعايدين بس دكتور ارادة طيب بالنسبة للامراض ايضا اللي بتصيب كبار السن او من الموظمات تبقى الامراض مش هنقول عقلوه لكن ان سيان الزهايمر ايه الاهم انواع رياضات اللي ممكن تساعد كبار السن على تأخير شوية اعراض الشيخوها خاصة تتعلق بالذهب ارادة مهمة جدا جدا حتى للأفراد دول لان الوبيين بتغزي بتنشط الدورة دموية وطعا ما نشط الدورة دموية هتدم حيروح للمخ بكمية جبيرة لل遊 Sindaler ليروح للمخ يعني معناه بيحمل للمخ الغذاء وبيحمل للمخ الاكسوجين اللي بيساعد على تنشيط خلايا وتحسين خلايا وتحسين مستثير كيفريك ما على اليادة معينة إلى دكتور اه 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 لا اعنم حดرت بتنصح بايه طبعا ابسط الواضة هي المشي لان ده سهل امكان كل واحد يمشي ان شاء الله في البيت اه ابسط الواضة اذا كان فيه مشترك في النادي ولا حاجة المشي حمام السباحة ان شاء الله يمشي في الماية يعني دهنس من كبار السن اللي هم عندهم سنة زيادة شوية ما يقدروش يمشي كتير ممكن نفاصيلهم تتعب افضلهم يمشي في الماية حمام السباحة يمشي بقى عرض الحمام كده رايح جاي رايح جاي لان ما يحتشيل اجسامهم يتخفف اجسامهم وفي نفس الوقت دي حتخليهم يفقدوا كمية جبيرة من الصهرات الحوالية طيب حضرتك شايف ان فيه اهتمام في مصر وخاصة فيه النوادي او النوادي الاجتماعية يعني النوادي الخاص او الطبع للحكومة حتى فيه اهتمام بكبار السن؟ جدا هو طبعا يعني حاليا كبار السن هم الهتمين بنفسهم اكتر يعني لو راحنا عندها دي النادي الاهلي مثلا او اي نادي اي فيه بيتمرنوا الصبح بادري من الساعة خمسة ونوص من الساعة ستة لو حضرتك روحتي يا زمالي هتجد كل اجبار السن بيتمرنوا ماشي وجاري واسباحة وبيخش الجن ومنتظمين جدا ويعرفوا بعض ومصاحبين بعض وفيه جو اجتماعي كمان بينهم البعض بيشدوه بل امامة واسبق حتى اللي بيجيب منهم بيتصو بيه انت غيبت ليه وبيشدوه بيهم لكن فيه فئات تامية يعني مش مشتركة في نوادي ما عندهاش القدرة او الامكانية انها يعني يكون لها فرصة توازد في التمينات بهذا الشكل المفروض يتعاملوا زي مع الرياضة يعني ازاي ممكن يمرسوا ده ابسط الامكانيات لو في البيت مثلا او يعني في مكان ما عنده فيش حاجة حضرتك هتبنع ابدا انه يمارس الحركة او النشاط البدني يعني هو لا رايح مش هو يمشي مش لازم ان هو يركب تاكسا او يركب اي حاجة يعني هو رايب يعني احيان يمشي ببقى مجهد مع عدم وجود رصيف يعني يمشي في الشارع اه بتبقى يعني يجي بقى انها برضا اخبر التوريد على تغيير اتجاهه وتوازنه وحاجات زي كده يقدر يلعب الرياضة في البيت يقدر يمشي في البيت حتى خطوة تنظيم كده رفع رجال اعدالي في المكان يقدر يلعب الرياضة انه كمان يشيل ناسا اي طوق اللي في البيت ويكرروا عيدة مرات ده تنشيط للعدوات فمفيش عائق ابدا ما عندش احنا معانا بستريفون الاستاذ دكتور حسين حشمت استاذ الفيسيولوجي يعني دكتور حسين صباح الخير صباح الخير احنا بداية احنا نتكلم عن الرياضة واهميتها بالنسبة لكبار السن يعني هل في قواعد او معايير معينة لاستخدام كبار السن الرياضة وانواع الرياضة المفضلة بالنسبة لهذا السن؟ بالنسبة طبعا الرياضة مفضلة ومطلوبة للجميع سواء لكبار السن او لكبار السن بس الاحوض الرياضة هم كبار السن واسلا واضمن الرياضة هي المشي طبعا المشي المنتظم والخطوات المنتظمة وانواع الرياضة يوميا بحيث ان يعني على الامر اجر الانسان بالذات كبار السن ان هم يعني المنتظم عملية المشي دي نص ساعة في اليوم طبعا يعني دي هكي سحيطهم ضاربة كبيرة جدا طب دكتور يعني الشخص اللي كان موازب على ممارس الرياضة فيه وهو سنه صغير يمكن توقف فترة ويفكر ان هو يعود مرة اخرى لممارستها مع كدر سنوال بيختلف تعامله مع الرياضة عن العمر ومارس الرياضة يعني حتى سواء كانت ماشي او جري لا يعني يعني رباني خلق المكان للحركة مش للسكول يعني اللي كان مرس الرياضة طبعا في الكبر دي ده تحططون رياضة عامية السوائية لكن مع الكبر لابد انها تبقى يعني رياضة منتظمة اهم حاجة انها تبقى منتظمة طبعا منتظين لحبها طبعا دكتور حسين للأسف احنا في البيوت المصرية او في مصر بشكل عام محتاجين شوية الثقافة دي تدخل جوية يعني البيوت المصرية وخاصة انه كثير او من القدار السن في بيوتنا يعني الاب او الامة او الجدة او الجدة معندهمش الثقافة التشجيعية ازاي انه المؤسسات المختصة في مصر بتقوم بهذا الدور طبعا المفروض ده واجب علينا في اللي نحن مختلفا اللي هم مارس العمل في المجال الصد وغلادي اللي يشجعوا الناس باعمل بس مرار محاضرات السواف اللي عندي او في الرياض وفي الامات من الاستطلاف اللي عندي دي يعني الرياضة هو اهم طبيل للصحة والصحة دي اسمى سين وحيران فالكبار احنا المجال تحرمت انها اسمار في الرياضة وهم تتخلت حظ حاجة طب حوات عملتوا اي استطلاع رأي او اي استبيانة عن نسبة الكبار السن بمارس الرجالة في مصر او المهتمين بهذا الاطار لا يعني طبعا ما عنديش استدناع مش موجودة لكن بشوف يعني من المحاولة يعني الناس يعني استقاطر الرياضية دي مش موجودة بمارسة حضرية الجهة يعني يستضوء عليه ويسمع في الوقت البكاتر باستراج العيلة وغيرهم ممكن مقارن يشاعدوا وانا تخطين بكات يعني الناس مارس الرجالة وحب الرجالة طب الدكتور من خلال الدايرة الخاصة يعني الدايرة الصغيرة او الدايرة اللي حواليك حضرتك شايف ان فيه اهتمام من الناس بممارسة التمرين الرجالة خاصة كبار السن وخاصة ان في هذا السن دا يعني فيه امراض شوية تبقى امراض خاصة بالعدم او المفاصل ايضا 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 يعني المستقاطة دي بعيدة جدا والناس تعتقد ان الرياضة دي رفاهية في الوقت ان الرياضة دي من اساسيات الحياة وهذه السنة تبقى جيد من لجان الحياة تعال انسان استاذ دكتور حسين بيشمت استاذ الفيسيولوجي نعم شكرا لك دكتور حسين استاذ الفيسيولوجي بجامعة الزقازيط شكرا جزيلا لك وعود لك دكتور ابو العيلة مرة اخرى يعني بصفة الحياة استاذ في كلية التربية الرياضية هل بتضعوا مثلا بخطة معينة او خيطة معينة ممكن تنشروها بعد ذلك ابرز رياضات لكبار السن تصنفوها حسب الامراض هل دا موجود فعلا او ممكن تفكروا ان انتوا تعملوا وهو فعلا ننشئ هذا العام قسم خاص برياضة كبار السن قسم خاص بأساذة بأساذة مساعدين علشان ينشر هذه الرياضة وينشر العلم المطلوب للمشرفين والمداربين لهذه الرياضة ويني طبعا خطوة كويسة جدا من جامعة حلوان من كلية التربية الرياضة بالنهار طب اهم ما يدرس من حلال هذا القسم يعني بيتركزه على ايه في الاساس؟ بنركز فازين العملية التغييرات الفيسيولوجية اللي تصاحب الشيخوخة او تصاحب كبار السن ايه بيحصل في الجهاز الدوري و ايه بيحصل في الحضوات و ايه بيحصل في المفاصل وبعدين بندرس ايه التمرينات او الوسائل المختلفة للوقاية وفي نفس الوقت بالعلاج ان يمارس اي موع رياضة بدون اي محاذير ولا ايضا يعني مع كبار السن لازم يكون دائما في محاذير خاصة بالنهارة لابد ان يكون هناك محاذير ان يكون رياضات يعني خفيفة مش عنيفة وان يكون هناك مادة للتدرب في الممارسة يعني يبدأ بحاجة بسيطة ثم يزودها شوية ثم يزودها شوية طيب حضرتك فيه اي دورات اجرابية يعني بتعطى للطلاب الجامعات للاهتمام بهذا الاقتر يعني كبار السن بيحتاجوا الى بعض من يوصندوهم انا اعتقد ان القسم الرياضة الكبار السن في كل الترجالة دور الهرم بينظم هذه الدورات وكانت حاجة بتنظم في البداية بشكل يعني دورات في نفس هذه الدور مثلا ورش عمل للتعامل انا اعتقد برنامج القسم رياضة الكبار السن عنده هذا البرنامج بيعمل برامج طوعية ومحاضرات حتى الثقافية للمجتمع مش بس من مجرد المنهجية لعداد القيادات اللي هي تتولى ادارة التدريب بالرياضة الكبار السن طيب دكتور دائم يقول ان الرياضة بليها تأثير على صحة الاسنان الجسدية لكن ماذا عن الحالة النفسية اللي بيلعب رياضة خاصة طبعا من كبار السن ده الرياضة اصبحت النهاردة وسيلة لعلاج مرضى اكتاب وتواطل الرياضة بتساعد على الاسترخاء يعني لو اي حتى اي مستمع ده تسمعنا وعنده مشكلة بدأي منها وبيفكر فيها ونزل جري شوية ولا ميش شوية ولا لعب مطش كورة ولا لعب مطش باس اي حاجة حاجة لعب نازل اناسي لمشكلة خالص وبعدين بتخليه فكر احسن بتخليه اهدأ ليه هل ده بسبب ان كمية الاكسوجين مستنشقة اثناء ممارسة الرياضة بتكون اكتر ده بيأثر على اجزاء في المخ بتنشط خلايا المخ وتحسن اداء خلايا المخ وبالتالي بتخليه فكر احسن وهتخذ حلول افضل لأي مشكلة توجه او مشكلة مشكلة ازي ما احنا عارفين او بنسمع ان الرياضة المشي لازم بيكون بسرعة معينة يعني مينفشل الانسان وهو بيعمل رياضة مو يمشي ببطء قوي لانه كده مش هيوشه اكتر بالنسبة لكبير اصدقنا عندهم مشكلة طبعا في المشي بنفس الرياضة ده بيؤدي النتيجة ايجابية معهم حضرتك يمشي باي رتن باي رتن يرتاح له لكن هناك معادلة بسيطة قوي يقدر زيحاب يعني يشتغل باسنوب علمي قوي منهاجي ممكن نستخدمها وهي معادلة بسيطة وهي الامر 220 ناقص الامر 220 ناقص الامر تديني المكسيمة هارتريات يعني اقصى سرعة لمعدل القلب طبعا هو اي بيقدر يعملها مش هيصل اقصى سرعة لمعدل القلب لكن يقدر يعملها بحدود 60% 70% 80% من هذه السرعة اللي يحتاج المعدل القلب ويطاع اللي حيطلع وده بيسموه تارجت هارتريات وده ممكن يقص معدل القلب البساطة على اياس النبط في الايد او من الرقبة بيقدر ان هو يقص في ثلاث عشر ثواني ويدرب في ستة يطلع لمعدل القلب في الضيئة طيب بيحتاجوا لنظام الغذائي معين نظام الغذائي معين طبيعي التغذائي الكبار السني بيحتاجوا التركيز على الكالسيوم والبروتين والعادي بيقصد غذائية متكاملة متوازنة وإذا كنت احتمى بالمينيرالز او الامراح المعدنية والفيتاميز بتساعدوا على المحافظة على الزام والمحافظة على وزائف الاسم في طريقة يعني بشكل طبيعي اهمية الرياضة في فترة النقاة بعد العمليات الجراحية خاصة لكبار السن ايضا ازاي الرياضة بتأثر على يعني السرعة في الشفاء او يعني الانسان المسلا عام على العملية الجراحية او في اي طبعا منطقة ازاي الرياضة بتساعد انا بشكورك جدا على هذا السؤال لان فعلا ينقصنا هذا الرياضة حتى العمليات الجراحية الرياضة اصبح الحركة مهمة واصبح الطبيب بيرصف الحركة واي طبعا حتى الراحة دلوقتي بيروحه وعده ضغطة او عده سكر او عده بيوصف له ان يعمل رياضة وان يعمل رياضة وبس لكن هناك فعلا حاجة اسمها الكليمي كليميكا الاكسرسايس فيسيولوجي كليميكا الاكسرسايس فيسيولوجي يعني الفيسيولوجي الخاص بالتهيل بعد العمليات الجراحية في حالات المرض المختلفة هزا العلم وهزي التطبيقات مازالت لسه مش موجود عندنا وانا اعتقد ان لو فيه سنتر جديد يتفتح بهذه العمليات وهذه العمليات ويوشف عليه ناس عمليين ويوصفي هذا السنتر ان يقدم برامج لتأهيل الناس او الافراد بعد العمليات الجراحية هيبقى مشوار جايز جدا يعني العمل في ندم عجال حتى الانوى موجود شخصي او شخص دي يتدع مثلا من خيال انترنت او ليه اقاية بقت الضغن ممكن يسعبوه لكن ده مشوار مهم قوي وان وجود بره ملاكز تأهيل مخصوص هم ركز علاج طبيعي هم ركز علاج طبيعي يعني هم بيستخدموها لطبيعي بيحاولوا لطبيعي هم بيستخدموا هزا النوع من التأهيل لكن هناك الكرينيكا الانكسترساسي السورجي هم متخصصين في هزي العمليات هم مازالوا مش موجودين قوي كتير ومحتاجين الانسيال طبقه مركز يمشر هزا الاشتراك يعني ممكن العمليات تفشل لو ما تمش من طبيعاتها بعد كده يعني مش كل العمليات طبعا عمليات معينة تفشل طبعا اكيد التأهيل والتمريد بيعترس احيانا هبقى اكثر اهمية من عمليات الجراحية نفسها يعني ممكن جدا من التأهيل والتمريد يتلف نتيجة العمليات الجراحية طيب دكتور احنا بنشوف انه كتير اوي في كتير من الدول بيكون في الاتمام شوية بعمل مسابقات مثلا للتشجيع الكبار السن ويكون فيها دواية زي الاتمام مثلا بدأ يحصل كل فئة من فئات طب ليه في مصر مش شايفين ده بشكل جزيير ده بالعكس احنا عندنا هنا فيه مصر مصر السباحة بالذات فيه مصابقات باستمرار مستمره ولكن انت هتخالي وحضركت فرقتي عليها هتشوف الناس عندها خمسة وتمانين سنة وبينزلوا من سباقات سباح وبيتميزوا وبيسافروا يمسلوا مصر في الطلقات اسمها بطلقات الاسادزة في الخارج وفيها بقى الكتيرجور ازاي يعني من من اربعين لخمسة اربعين من خمسة اربعين لخمسين من خمسين لخمسة اربعين كل خمس سنين مجموعة يعني سواء ان الحالة سنية يشترك فيها وبتتعامل تصفير ناس كتير اول يشتركوا فيها وفي السباحة بالذات انا انا اصلا انا بلعب مصر بلعب مصر يعني ممكن يقول ان السباحة هو افضل الرياضات لكبار السنة او حط اكتر الماشي او الجرد بمتاج مع كل الصفات والمارضة يعني هما ناس وصلوا كويس اوه في التمرين برغم ان هما كبار في السن ما انقضعوش عن التجريب متواصلين في التجريب يجب ما كنش عندهم امراض خطيرة مثلا زي القلب لا ما عندهمش عن امراض ضيئة اه ولازم فيه متلعة طبية بيشتركوا في عزيم السابقات وعنده اناس عن دكتور احمد عباست اه دكتور احمد عباست خد بطولة العالم في السنة بتاعها كان حوالي خمسة سنة لكن بالنسبة لرغبات التانية في اي مسابقات؟ فيه بسواقات في الجري بس ان فيش مسابقات للمصر في الجري انما بيتعلي بساعات مارس ان بيشترك مفتوح لكل الاعمار انما المسابقات للمصر ياريت ان اتحاد عدد قربك يعملها لان اتحاد السباحة بيعمل هذه المسابقات المازجي ومشغفين جدا بيها ومنتظرين في التقديم عشان يشترك في هذه المسابقة طيب يا دكتور بالنسبة لدار المسلمين او يعني حيانا او الموجودين في دار المسلمين بيكون حالتهم النفسية يعني شوية مش كويسة بسبب عدم موجودهم مع اولادهم او كس طيب احنا ازاي نقدر نخرجهم من دهات برياضة معينة او بتشجيعهم على موارسة الرياضات او الامتشطة؟ يتفتحوا موضوعات جليلة جدا للمجتمع احنا محتاجين في دار المسلمين ان يهتموا بالنشاط البدني ويكون مات برامج لكبر السن تساعدهم على التغلب على الوحدة وعلى الاحساس بالعوزلة وعلى الاجتئاب ومشاكل نفسية اللي هما بيحشعروا بيها فمحتاجين ان هما يمرسوا بيها وهم ده ده خفيفة يعني ده ده خفيفة بسيطة جدا طيب دور المؤسسسة المختلفة يا دكتور احنا عايزين يبقى في دور فاعل او دور على ارض الواقع بيقدم لهذه الدور احنا بنوضلها لده والموضل ده ايضا لكلية التربالة ده انها تناشد وتخاطب وتتواصل وتتواصل مع هذه الدور وتستطيع انها تقدمهم اقصائيين يقوموا بالعمل وبرامج يشتغل عليها واني فتحنا مجال تاني جديد يعني احنا نهارد الحل لله لنطلع افكار جديدة في دور يمكن ان تنتجعانها فوائد عظيمة للناس والمواطنين السن اللي ممكن المسن مارس في الربع الى سن كم ولا حتى يعني يدرهم العمرة ارداله زي ما بيقى لا مش حدود الى اقصى مطلع ما منتظم في الممارسة والمارس عطول حضرتك يعني لازم تستمرر العملية لازم تستمرر عطول مفيش ابن حد مبطر يعني فيه لغاية تقوح تسعين سنة اما لو كان ممكن كنت بيبتلكوا ارقام قياسية اللي لازم بتاع بيادة في سن نسعين سنة وفي سن نسعين سنة برغم كده بيقى اقبوا الحدو بيستمروا وجاسه مستوى عظيم جدا نتمنى ثقافة الرياضة للكبار ليش للكبار للجميع في مصر تكون سائدة بشكل اكبر ويعني بيتم الاهتمام بالاجزاء اللي اتكلمنا عنها كبار السن وفترة النقاء فيما بعد العمليات الجراحية استاذ الدكتور ابنالة احمد عبدالفتاح استاذ فسيولوجيا الرياضة بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان شكرا انجازينا عبدالشي شكرا للمشاهدة